اشتركوا في القناة وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022 وقرر المجلس الموافقة على اعتمادها ورفع الملاحظات الواردة إلى الحكومة الموقرة فيما بحث المجلس الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة وقرر المجلس الموافقة على إعادة التقدير المتعلق بالاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة نقش اليوم مجلس الشورى تقرير لجنة المالية ورصادية فيما يتعلق بالحساب الختامي للسنة المالية المتهية في 31 ديسمبر 2022 طبعا التقرير لما يكون عند مجلس الشورى في هذه المرحلة هو المحطة الأخيرة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية أعطاء كل ملاحظاتها بنسبة إلى الحساب الختامي اللي هو طبعا دشتوريا يجب أن تكون هناك موجود في عرض على السلطة التشريعية ومن ثم وجود الملاحظات فيما يتعلق بالحساب الختامي طبعا اليوم كان هناك موجود ملاحظات جدا نجابية في الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وكان هناك موجود ثناء على أساس من التزام الحكومة فيما جاء طبعا في كل اللوايح المالية المتعلقة بالأداء وكان هناك تعكيد من قبل اللجنة المالية وتقريرها بأننا اليوم الحمد لله نرى أن هناك في التزام بالنسبة إلى السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأداء في الجارب المالي ناقش المجلس اليوم فكرة اقتراح المتعلق بالترجمات تنظيم مهنة الترجمة وبناء عليه كان رأيي اللجنة التشريعية والقالونية هو رفض فكرة الاقتراح وابتنى هذا الرفض بناء على أن يوجد تنظيم تشريعي صادر بموجب بعض القوانين المتفرقة التي نظمت مهنة الترجمة بالإضافة إلى وجود ضوابط لإجراءات الترجمة سواء كانت متعلقة بالترجمة أمام المحاكم أمام الجهات الرسمية في صحة التوثيق والمحررات والمصادقة عليها وبعد المناقشات وبناء على طلب عدد من الأعضاء تم إعادته إلى اللجنة حتى يتم هناك دراسة وأيضا التشاور بشأن الاستماع لوجهة نظر مقدمي الاقتراح في هذا الشأن وكذلك الاطلاع تفصيلا على أسباب رأي اللجنة في رفض هذا الاقتراح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر